اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معنا في معلومات سحية ومخيرة هل تعلمون ما هي فوائد ماء الأرز؟ يمكننا استخدام ماء الأرز عن طريق أصل الوجه ومن ثم وضع قطعة من القطن في ماء الأرز وتوزيعه في كل مكان على البشرة وذلك لأن ماء الأرز غني جدا بمجموعة من الفيتامينات مثل الفيتامين بي الذي يسمى إينوزيتول والذي يساعد في تنشيط نمو الخلايا ويزيد من تدفق الدم في البشرة وبالتالي يبطأ عملية الشيخوخة لذلك فإن ماء الأرز هو وصفة مثالية لتجديد مسام البشرة وجعلها متوهجة ونقية يعمل ماء الأرز على ترطيب البشرة بشكل عميق وفعال للغاية نظراً لاحتوائي على مضادات الأكسرة التي تعمل على امتصاص الأشعة فوق البنفسجية التي تتعرض لها البشرة بشكل يومي وبالتالي حماية البشرة من الكثير من المشاكل التي تتعرض لها يعمل ماء الأرز على ربط مادة النحاس التي تفرز بشكل طبيعي في الجلد مما يساعد في منع تشكل ميلانين الذي يعمل على تغميق لون البشرة وظهور الوجه بلون مختلف عن باقي مناطق الجسم يحتوي ماء الأرز على الكثير من البروتينات التي تعمل على التخلص من التلف الذي يصيب الشعر مع تنعيم الشعر وإضافة لمعا لا يضاهى له حيث يتم استخدام ماء الأرز بعد غسل الشعر بالشامبو وذلك بيوضع البعض من ماء الأرز على الشعر وتوزيعه بشكل جيد لبضع دقائق مع غسل الشعر جيداً عند الانتهاء يعتبر ماء الأرز من المهدئات الطبيعية لذلك فهو وسيلة فعالة للتخلص من الطفح الجلدي وغيرها من الأمراض الجلدية المزعجة والمؤلمة التي تصيب الجل وذلك بحسب دراسات أجريات حول هذا الموضوع حيث يتم استخدام ماء الأرز مرتين في اليوم على المنطقة التي يظهر فيها الطفح الجلدي وتركه لمدة 15 دقيقة ومن ثم غسل المنطقة بالماء يحتوي ماء الأرز على ثمانية أنواع من الأحماض الأمينية الأساسية والتي تساهم في تشكيل البنية الأساسية لأنسجة الجسم والعضلات لذلك فإن شرب ماء الأرز مفيد جداً لصحة الجسم يحتوي ماء الأرز على تركيز عالي من الكربوهيدرات يحتوي ماء الأرز على تركيز عالي من الكربوهيدرات لذلك تناوله يعمل على إمداد الجسم بالطاقة اللازمة له أما عن فوائد ماء الأرز للبشرة فهو يساعد في عملية تجديد خلايا البشرة الميتة وأصلاحها وأعطائها الحيوية حيث استخدمه معظم خبراء التجميل كمصدر مهم لعنايب البشرة فدخل في معظم مستحضرات التجميل فهو يحتوي على كمية مرتفعة من البروتينات والفيتامينات قابل نسبة بسيطة من الدون والسوديوم الأمر الذي جعل الأرز من المواد التي لا تسبب الحساسية يتكون الأرز من نسبة جيدة من المضادات الطبيعية لأشعة الشمس والتي تساهم في وقاية البشرة من خطر الأشعة فوق البنفسجية يحتوي أيضا على مواد مضادة الأكسيد والالتهاب وتعمل على علاج حروق الشمس وإصلاح خلايا البشرة يدخل مع الأرز في محتويات معظم مستحضرات التجميل الخاصة بالبشرة والعناية بالوجه بسبب وجود مادة النشاء فيه حيث يعمل على ترطيب البشرة ويعتبر مسحوق الأرز من أكثر المواد الطبيعية التي استعملت في مختلف الحضارات منذ القدم وبالذات في الحضارات الفرعونية القديمة وفي الدول الآسيوية حيث استعملت للمحافظة على جمال البشرة ونظارتها وإزالة البقعة الداكنة والتصبغات الجلية التي قد تسببها التقدم في السن يمكن تحضير ماء الأرز عن طريقة لبعض الأرز بالماء حيث يعمل على نعومة وتلطيف البشرة والتخلص من رائحة العرق حيث يتم أحذار قطعة صغيرة من القماش النظيف وندلك بهالوجه المبلل عن طريق أداء حركات بشكل دائري لثلاث دقائق ثم نغسل البشرة بماء الأرز وندعاكه على البشرة فترة من الزمن ونقوم بعمل هذه الخطوات في الأسبوع مرتين للحصول على نتائج أفضل حيث ستلاحظين اختفاء البقع والكلف والحبوب كما ينصح باستعمال مقشر البشرة قبل ماء الأرز حيث يقشر البشرة ويعمل على تفتيح خلايا الوجه لتنطص ماء الأرز بشكل أكبر كما يمكن استخدام ماء الأرز لتنظيف المسام باستعمال قطن نظيفه نمسح بها الوجه ونتركه قليلا على البشرة قبل الغسل بالماء العادي أما عن البشرة الدهنية فإن ماء الأرز له فوائد كثيرة للبشرة الدهنية فهو يعمل على تشديد خلايا البشرة وترميمها وإكسابها النظارة والحيوية يحتوي على مضادات طبيعية لأشعة الشمس فهو يحميها من أشعة الشمس الضارة وخاصة الأشعة فوق البنفسجية يعمل على ترطيب البشرة وتنعيمها لغناه بالنشاء ويحارب التجاعد والخطوط الرفيع وعلامات الشيخوخة يحافظ على شبابها لغناه بمضادات الأكسادة يفتح البشرة ويخلصها من البقعة الداكنة والتصبغات خاصة التي تظهر مع التقدم في العمر يفتح مسامات البشرة ويخلصها من الشوائب يزيل آثار البثور والحبوب عن البشرة وخلص البشرة الدهنية من اللمعة والزيوت الزائد المتراكمة على سطحها كما يعمل على إزالة خلايا الجلد الميت المتراكمة على سطح البشرة يعمل على تقشير البشرة وتفتيحها بالإضافة إلى دوره الكبير في توحيد لون البشرة كما أنه يخلص البشرة من الهالات السوداء ويعمل على إعادة بناء النتوءات الموجودة في الجلد ويجعل البشرة أكثر مرونة وتراوي لدوره في الحفاظ على التوازن المائي في البشرة إن الأرز فوائد كبيرة ومتعددة يمكن الاستفادة منه للأطفال فهو يعتبر وجبة رئيسية لا بد منها للأطفال فيعتبر علاجا لمشاكل الإسهال عند الأطفال ومشاكل الجهاز الهضمي كما يعالج مشاكل علاج التهابات المعيدة والأمعاء ويفيد في حالات الأجزمة عند الأطفال ذلك يكون بمزج ماء الأرز مع الماء العادي عند استحمام الطفل حيث أن زيوت الأرز تساعد على ترطيب الجلد والبشرة وتلطف من التاق الروحات والتهيجات الجلدية لدى الأطفال ويستخدم في تخفيف درجة حرارة الطفل وتخفيف أعراض الحمى لديه وذلك بتناول طفل كمية قليلة من الأرز يساعد على توفير الطاقة للطفل وزيادة نشاطه وذلك نتيجة احتوائه على الكربوهيدرات طريقة تحضير ماء الأرز للشعر والبشرة نحتاج إلى مقدار نصف كوب أرز طبيعي وماء وعاء زجاجي نأخذ نصف كوب الأرز ونغمره بالماء بحيث يغطيه تمام نتركه منقوعا لدقائق إلى أن يصبح لون الماء رماديا ثم نصفي الماء وننقعه مرة أخرى ونأخذ الماء بعد أن يبيض لونه نسكبه في الوعاء الزجاجي نتركه في الثلاجة لمدة خمسة أيام ثم نقوم باستخدامه نرجو أن تكون معلومات التي قدمناها لكم قد أعجبتكم شكرا لإصلاعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن أعجبك الفيديو لا تنسى الآجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد وانشر المقطع ليعم الأجر والفائدة للجميع ولا تنسونا من آرائكم وتعليقاتكم ونحن نحترم آرائكم وتعليقاتكم ونأخذها بحامل الجد وشكرا وجزاكم الله خيرا